السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله متابعين في حلقتكم الثامن برنامجكم شرشحني اخترنا لكم اليوم موضوع المفضل اللي هو الطيور والحياة البرية معاكم أخوكم ماجيس سلطان الزعافي لا نزال معاكم في بنت قسم شباب زون لقدموا خدمات مفيدة حق المصورين والمصممين كذلك خدماتهم الجيدة والممتازة في الطباعة عندك صورة عجبتك وتبي تسويها لوحة عندنا غسم لطباعة صورك الخاصة بأي حجم وانت عندنا طرش صورة ايميل واختار القياس ونطبعها لك بسعر مناسب اجعل من ذكرياتك لوحة فنية لمنزل اكثر راحة خلونا نبدأ مع بعض في اول صورة وصلتنا طبعاً وايد صورة وصلتنا بس هذا اللي انا قدر تاخذهم وراح امشي شوي بسرعة عساس اننا نقدر ناخذ اكبر عدد من الصور احمر ملاحظات اخضر شيء عجبني بالصورة اول صورة ما شاء الله وايد حلوة الوانها دايماً الوايد لايف غالباً تركز على الموضوع وتعزل الباكجراوند اذا ما في قصة تفيد في الموضوع عجبني في الموضوع الالوان وايد حلوة عندي هني نفس الشي خلني اصغل برش الموضوع نفسه موزون الخلفية معزولة ممتاز قراءة الصورة جداً ممتازة اللي ما عجبني في الموضوع دايماً منقول وايد لايف يعني شي بري ما يتخل فيه الانسان فوجود مثل هالشغلات ممكن انه يؤديني شوي فاحاول اني اشيلها اقصها او احرك الزاوية اشوفها بشكل عام صورة وايد حلوة شوف صورتنا الثانية نفس الشي حق الطيور وايد طيور دازولنا غالباً من نصور الطيور اهم شي مثل ما قلت لكم تركز على الباكجراوند انه يكون معزول وهني اوكي بالصورة في وايد اقصان بالصورة وهذا مرات يعطيني باترن او شي متكرر يكون حلو بس اللي ممكن يؤثر على الصورة الشي الرئيسي بالصورة اللي هو الراس فغالباً يعني احاول انه ماك شي يعني يسوي لي مثل تشويه او يجد دام العين او المنقار نفسه احاول اخذ لي زاوية ثانية تكون فيها الصورة افضل وتسلم الايادي ممكن اني في مساحة زيادة ممكن اني اقصها صورة ثالثة بالوايد لايف كذلك اذا تبي زاوية وايد حلوة تاخذ شي اسمه الاي لفل انك تكون في مستوى عين الموضوع كذلك في زاوية احلى تكون بلاو اي لفل اللي هو تحت مستوى العين هذي زاوية وايد نازلة فهي زاوية عموماً ممتازة جداً احب يكون فيه شي مثلاً اساسي في الموضوع وشي يكون بالباكجراوند نفس الموضوع بس متكرر هذي يعطيني قوة حق الصورة الفوكس ممتاز الباكجراوند ممتاز التكوين وايد حلو انك كان فيه ملاحظة على الموضوع غالباً اذا كان فيه شي متكرر حلو يكون مفصول عن يعني العنصر الاول ان يكون بهالمكان مثلاً فانطر يتحرك واخذ صورة ثانية انا شفت مثال ثاني اللي هو هذا المثال هم عجبني نفس الطريقة لو تلاحظون انه فيه شي عندي هني تكوينه ممتاز الفوكس مضبوط الباكجراوند مضبوطة فيها او راقو فيها شي متكرر بالخلف اللي عجبني مثل ما قلت لكم المثال توا انهم ممتداخلين مع بعض فيعطيني مثل يعني لو تشوفون هني مثل دائرة يعني لو تشوفون هذي فيعطيني شي وايد حلو تسلم الايادي صورة حق السنجاب انا غالباً اذا كان فيه اشياء تشوه على الصورة دايماً احب اشيلها خلنبدأ بالشغلات الحلوة عجبني اصلاً التكوين هذا كامل دخول السنجاب وفيه مساحة جدامة وايد حلوة الفوكس مضبوط على السنجاب يمكن كاقتراح او ان شي يأثر على الصورة الاماكن هذي ممكن اني اسوي لها كلون اني اسوي لها مثلاً نسخ واكمل السجارة او اني اقصها من هالمكان ومن هالمكان بس احاول اني ما اقص الديل اخذ اكثر من صورة حق الزاوية مثل ما نشوف هذي الصورة وايد صايرة حلوة صاير السنجاب كأنه جزء من لخشبة فهذا الشي هم عجبني بالصورة مرات ممكن تصير الصورة مثل تجريد اخذها بهالطريقة بالطول يصير السنجاب مع الشجارة او البومة تصير كأنها الشجارة نفسها فيعطيني صور جداً جميلة مع ان هالجزء هذا اشوفه هم حلو ممتاز بالصورة الصورة ثانية من التكنيكات اللي في الوايد لايف انك تصور سلوة تصور بالالوان تصور سلوشتر تقدر تسوي كل التكنيكس اللي في التصوير طبقها بالوايد لايف كتكوين انا عجبني جداً بس يعني يمكن اللي تمنيت انه يكون بالعكس ان تكون بدايتهم بهالطريقة وبعدين رايحين الى هذه النقطة فراح احس ان تصير الصورة احلى كمساحة فاضية هنا انا حبيتها توجه لطيور كلهم في مكان واحد هم كانوا جداً جميل بس انا تمنيت هذا الجزء من الطيور يكون بهالمكان هذا تسلم ايدك يا براحي من الصور اللي جداً صراحة وايد وايد حلوة وصلتنا هذه الصورة طبعاً فيها تكاثر حق الفراش نفسهم الصورة تشوفون الفوكس مالها ناعم جداً فهذا هم يعطي ميزة جميلة حق الصورة مثل ما انتم ملاحظين هنا الباكغراند الوانها جداً حلوة مع الفوروغراند نفسها وصير عزل وايد حلو هنا صير هنا مثل الفريم الورقة هذي كأنها جامعة الفراشتين مع بعض سويتكم قلب حب سريع اوكي ان كان في اقتراح اشوف ان المساحة هذي حلوة بس ممكن انه هم تكون الصورة بالطول اساس انه اركز على الموضوع وما راح يقص من الموضوع شي هم بهالطريقة اشوف الصورة وايد حلوة من افضل الصور لو صرتنا الفوكس ماشاء الله جداً حلو مثل ما قلت لكم في بالزوايا في شي اسمه اي لفل اللي هو مستوى العين في شي اسمه بيلو اي لفل اللي هو تحت مستوى عين يكون العدسة على الارض يكون مصور مسدح على الارض فهذه واحدة من الصور الجداً جميلة اذا تبي تحصل على هالأفك دايما تستخدم فتحة عدسة نازلة مثل 2.8 5.6 حتى لو ايت اذا كان عندك عدسة زوم ويكون جدامك بالفورغراوند هذا الفورغراوند اللي هو مقدمة الصورة خنحط لكم البراش مقدمة الصورة يكون في جدامك موضوع فيعطيك جدام مو واضح الفورغراوند والباكي غراوند مو واضح وموضوعك الرئيسي جداً واضح فهذه من الصور الجميلة جداً اللي وصلتنا تسلم الايادي نفس الفكرة يسمونها اي لفل او بيلو اي لفل انك تحط الكاميرا على الارض هنا يمكن مساحة شوي زايدة اذا ممكن تكتب عليها الشي بس حبيت اعرض لكم الزاوية لما تكون نازلة تكون جداً جميلة يميز صورة عن صورة مرة تكون صورة الوايد لايف فيه ثلاث اشياء فيه اكشن وفيه شي اسمه بهيفير وفيه شي اسمه ارت الاكشن انه يكون فيه افتراس يكون فيه حركة معينة البيهيفير له السلوك انك تنتظر الحيوان لما يسوي حركة معينة ينظف ريشة او انه مثلاً عنده طريقة معينة في شو يتعلم مع اولاده هذي يسمونها بهيفير او السلوك الشغلة الثانية الثالثة الارت الارت اللي فيها خطوط او السلويت او باقي فنيات التصوير كصورة فيها لحظة حلوة خلني اسوي لكم اللير كصورة شو فيها لحظة حلوة تمنيت شوي المسافة هذي اتقل وهني تعطيها زيادة اكثر في المساحة عساس انه ترتاح الصورة اكثر الفوكس ما شاء الله مضبوط جداً الخلفية ممتازة جداً الوضوح ممتازة جداً حتى اللحظة كنت موفق فيها وايد والاضاءة ممتازة على الموضوع بس يعني كملاحظة ان تكون في مساحة امامية هذي واحدة من صور اللي وايد حلوة صراحة احبانا هذي النوعية من الصور انه يكون فيه جدامها فريم يكون فيه جدامها اشياء مواضحة صورة احسنها يعني شي ممكن تفوز ممكن يحبونها ناشنال جيوغرافي يحبونها السوال إن كان في الشغلات خلنا يقول الشغلات الحلوة اللي عجبتني فيها بتلاحظون قاعدة الثلث مضبوطة جداً هني وايد حلوة انه موضوعي مو بالنص بالنص يعني صعير بثلث معين من الصورة الفوكس حلو وايد يمكن الصورة صغيرة شوي أنا مكبرها وايد حلوة صورتك يا عبدالله إذا كان في اقتراح أحسن المساحة هذي شوي مأثرع الصورة قاعدة تخيل يا أني أكملها بالزرع أو أني أقصها بهالطريقة بس ما أخلي موضوعي بالنص ممكن أخلي مثلاً يعني شيء شذي مع عدم وجود هذي المساحة يعني أحاول أن أخذ زوم زيادة بس يصير عندي الفريم هذا كامل ففقط عندي هالملاحظة على الصورة وما أشوف انهم أثرع عليها وايد بس الصورة وايد حلو الفريم اللي فيها والنظرة وايد حلوة حق لبومة صور مثل هذي غالباً مصورها قال لنا عبدالعزيز وتكون في متاحف أو شيء تحس أن الصورة فيها اهتزاز كإضاءة حق الصورة حبيت إضاءة هوايد حلوة الموضوع معزول ممتاز كملاحظات أحس أن الصورة فيها اهتزاز أهم شيء في صورة الوايد لايف إذا كان في عين إنه تكون الويه أو العين يكون جداً واضح غالباً إذا أنت في متحف ممنوع الفلاش عندك مشغل أو مثبت اهتزاز شغل مثبت اهتزاز قرب من الجام نفسه وثبت إيدك بهالطريقة أساس ما تهتز الصورة الأصبح يأشر لي رح أمشي على بعض الصور بسرعة عندنا صور مثل هذي حلو فيها التضاد إنك في جزئين متضادين مع بعض كم ملاحظة حس شوية مساحة يمكن ما يقدر مصور إنه يرجع شوي ياخذ مساحة زيادة موجود هني رح يصير نفس لون الوجه حبيت إنه يكون الفوكس أقوى على الوجه يمكن صار فيها كروب وايد أو إن الفوكس ماهو دقيق حيل صور مثل هذي دايما اقعد انطر شوف الموضوع ممكن يتغير ممكن يتغير لونه مثل ما نشوف هني هذي صورة ثانية حلو فيها المثلثات لو شوفوا هني مثلث وهني مثلث هني موضوعي أزرق كاسر الخلفية صار وايد حل الفوكس يمكن الخلفية فيها عناصر شوي مزعجة ممكن اتحكم فيها عن طريق الفوكس أو أخذ زياد أعزل هالأماكن الرفلكشن دايما نشوف الرفلكشن صورة حلوة والزاوية نازلة ممتازة مساحة جميلة حق الصورة تسلم ايدك وممكن اني اشيل هذا الجزء اذا ما احتجته اقصه الصور مثل هذه كذلك جميلة لو تلاحظون هنا بس النظرة مالة القرد نفسها صعيرها الصود وهني عندي مساحة كثيرة فأنا اشوف ان المساحة هذه زيادة ممكن نخليها الصود ثاني كذلك عندي نظرة الولد نفسه وايد حلوة حق الموضوع شوفوا الان في صورة ثانية اوضح خلفية وايد معزولة وفي عليها زوم واهدى شوي فهني يصير تكوين افضل لتلاحظون قاعدة الثلث مطبقة ممتازة امية بالامية الفوكس ما شاء الله وايد حلو ما عندي ذلك الملاحظة عليها سوى ان بس بغيت اعرضها كمثال حق الصورة السابقة هذي قدرنا نعرضها اليوم من صور سامحونا اللي ما عرضنا مصورهم خلكم معنا مستمر معكم في حلقتنا لتصوير الطيور والوايد لايف الحياة البرية اخترنا لكم اليوم عدسة من AAB World Sigma 150-600 بعد ما تدخل الموقع تقدر تبحث عن اي منتج تبيه سواء تكتب اسمه او رغمه وضيف هالمنتج الى سلة التسوق اكتب بياناتك اختار طريقة الشحن واختار طريقة الدفع سواء من جهازك الكمبيوتر او من اجهزتك الذكية بداية نحق تصوير الطيور والحياة البرية في اعدادات معينة لازم كل مصور يستخدمها او غالبا يستخدمها مثل ما قلت لكم في الـ Action في اللي هو الـ Behavior أو السلوك في اللي هو Art فاغلب تصويري 90-95% انا دايما استخدم اللي هو الوضع الـ Program A ما استخدم المنوى ليش لانا ايه الكاميرا انا احدد بس فاتحة العدسة اللي ابيها حسب الموضوع يتحدد لي سرعة الشتر فانا غالبا احطها على A-Mode انا اختار فتحة العدسة تقدر من 5.6 8 11 ممتازين لما تكون عندك عدسة زوم الثاني شغلة احرص اني ااخذها اللي هي طريقة الـ Focus بالكاميرا قبلها الـ ISO ايش كتر تحدد الـ ISO اللي يتبه اذا الموضوع قاعد يتحرك عندك Action تقدر تاخذ 400-800 اول الصبح لإضاءة نازلة لدى كاميرتك ممتازة تقدر تروح لـ 1600 ما عندك اي مشكلة طريقة الـ Focus غالبا اختار طريقة الـ Focus اللي هو ما يكون Single اللي هو بس تتت وتوقف الكاميرا لا اختار الـ Continuous او Dynamic Dynamic يصير عندك 9 نقاط تتحرك فيهم الكاميرا او 3D انه تلحق الموضوع اذا ما تدري الموضوع مثلا رايح بتجاه واحد او ممكن نغير اتجاه بنفس الوقت فممكن تختار الـ 3D اخر شغلة اللي هي طريقة الـ Focus عندك Single Focus اللي هو اول ما تضغط نس ضغط يطلع لك صوت يقفل الـ Focus انا دايما نستخدم الـ Continuous او في Canon All Servo فهذا دايما نخلي الـ Focus معاك متتابع فلما تصور تقدر تصور اكثر من صورة وربعة فهذي اول شغلة اللي هي اعدادات تصوير الـ Wildlife غالبا نستخدمها اللي هو الـ A Program خلوا حق عدستنا اللي قلناها 2013 تامرون انتجت عدسة 150-600 كانت ممتازة جدا خفيفة حق السفر زوم مالها 600 السعر مالها جدا ممتاز يعضوا رد من Sigma اللي هما Line Sport اللي تكلمنا عنه وانتجوا نفس العدسة بس في ميزات جدا ممتازة رح نشوفها الحين مع بعض مقارنة سريعة بين التامرون والSigma طبعا السigma اول ما تمسك السigma رح تحس انها فيها ثقل اثقل من التامرون واثقل من 80-400 و الـ كانون بس تحس ان الجسم مالها سوليد وقوي تحس انك ماسك عدسة professional هي تغريبا 3 كيلو وات والتامرون كيلو وين فاكثر منها بكيلو السعر مال Sigma دبل بس اقرأ كل الريفيوز الموجودة في الشارنس المقارنة الدقة والحدة رح تلقى السigma وايد افضل من التامرون في الحدة طبعا بالنسبة حق الشارنس مقارنين بينهم في الكروب سنسر بالتامرون شوي في صوفت على الحواف اما بالسigma ممتازة يعني خصائص السigma هاي سبيد موتور الموتور ما لها سريع وممتاز فيها 2 مود حق مثبت الاحتزاز اما التامرون فيها واحد طبعا مثبت احتزاز واحد واثنين حق شنو الاول اللي هو حق الاحتزاز اذا انت كنت ماسك العدسة هاندهلد هاندهلد يعني من غير مونوبود او ترايبود المود الثاني حق الباننج اذا بتمشي مع موضوع مات بحركة رئيسية تصير فتحط على المثبت تهتياز الثاني او مثبت احتزاز الثاني اذا يضبط لك هذا الامور طبعا لما تقول ماجد هل تشتري العدسة 150 600 ولا تشتري 600 مالة نيكو مثلا هذي عدسة برايم ثقيلة وكبيرة ووائد اذا اذا عندك 3000 دينار ممكن تشتريها بس عدسة مثل هذي هل رح تشتريها اقولك مثلا انا متعود على 600 ومسافر مع الاهل مو معقول اخذ عدسة 600 الكبيرة او 2400 الكبيرة وثقيلة مع عيالي حتما انت رايح حق تصوير مو عشان نستنسون فممكن اخذ لعدسة ثانية تكون اخف تكون اصغر تكون ارخص بحيث ان انا مايروح علي الرينج 600 بنفس الوقت تكون موجود معاي 150 500 انكمل على باقي الاشياء طبعا فيها زوم لك انه ما تقدر تسوي لها لك في اماكن معينة مثل ما قلت لكم عدسات السيجما اللي مو متعود عليها الزوم يكون لفت بس التامرون نفس اللي يكون رايت هذي تقريبا اهم الاشياء اللي مقارنة بين السيجما والتامرون طبعا عدسة السيجما ممكن يركب عليها 1.4 كونفيرتر اما التامرون لا فمثل ما قلت لكم مميزات وائد حلوة فيبرشن ريدكشن اللي هو مثبت الاحتزاز السعر تقريبا ممتاز حق عدسة تقع تعطيك رينج 600 مليمتر في مصور كذلك سوى مقارنة بين الكاميرتين راح نشوف بعض الصور اللي أنا استئدنت منها وقال لي ممكن تستخدمهم اسمه توماس قارن لي خذ العدسة هاندهلد هاندهلد قلنا بدون مونوبود وراح صور فيها طيور طبعا الكاميرا كانت D800 فراح تشوفون حين مع بعض صورة تكون صورة العادية بعدين كروب قاس الصورة 100 فراح تشوفون الشارنس العدسة جدا ممتاز مثل ما نشوف الصور مع بعض وهو تعمد ان يخليها هاندهلد طبعا الكاميرا او العدسة لما تمشي فيها ساعة في مكان في غابة راح شوي تتعب لان فيها وزن التامرون يمكن اخف هذي فيها وزن فيفضل دائما تستخدم المونوبود بس وهو يبي يستخدم او يبي يجرب حدة العدسة عنده التامرون وقال انا ويد اشوف صورتين اقول لك هذي سيجما وهذي تامرون وفضل السيجما على التامرون تقريبا هذه مراجعتنا سريعة حق هذه العدسة الممتازة من سبورتلاي مثل ما قلت لكم عدسات السيجما الجديدة دائما ممتازة وسولد وقوية والشارنس فيها ما شبه ويد حلو ما خلصنا شنب يقول للمصور ستيفن اوكس مصور ويد لايف اذا طافتك عين الحيوان انت طافتك الصورة طبعا غالبا اهم شي بالصورة العين ثاني شغلة يقولها شوت 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 يقول لك صور كثر ما تقدر واخذ لغطات اساس الاكشن مرات تلقى في لغطة من هذه اللغطات اخر شغلة يقولها لازم تتعلم البيهيفير او تتعرف على الحيوان بحيث انك تعرف اذا سوى حركة معينة الحين راح يهجم الحين راح يطير الحين راح يسوي لي اكشن هذه الثلاث نصايح اللي قالها المصور الف الف مبروخ حق الفايز معانا في حلقتنا سابقة في كوبون بقيمة 100 دينار مشتريات من موقع AAB World سؤالنا هذا الحلقة يقول تكلمنا عن عدسة وايد السؤال سهل بس اكتب لي رانج العدسة من الى وكلمتين حلوين منكم بالنهاية تقدرون تشاركم في هذه الحلقة عن طريق كتابة الاجابة تحت هذا الفيديو او تقدرون تزيدون نسبة الاجابة او الفوز مرتين تكتب الاجابة مرة ثانية في انستغرام ماجد فوتوز او انستغرام AAB World تكتبنا الاجابة وتكتبنا الاقتراح كلمة شكر والله يعطيكم الافية لا تنسون تنشرون هذه الحلقات نبي نشر ولايكات وسبسكرايب اساس تفيد منها غيركم من المصورين شوكم على خير